اشتركوا في القناة ولكن تساؤلات كثيرة ظلت تطرح لديهم في انتظار جواب قد يأتي ذات يوم وقد لا يأتي بالمرة للذين لهم جرأة اكتسبوها من قربهم منها كان يقول ان مهامه الجديدة تقتضي الصرامة حتى لا يطمع احد في تخطيه والتعدي على سلطته يظن عبد الناصر الركبة انه ما نال منصبه الجديد الا بفضل تفانيه في العمل واجتهاده كان قد امضى خمسة عشر عاما في خدمة صاحب المصنع الذي ينتج احذية موجهة للتصدير كانت احذية رفيعة الجودة يحاول عبد الناصر ان يمحو من ذهنه ثم من اذهان الذين عرفوه عاملا بسيطا صورة الشاب القروي القادم من نواحي فاس لم يعمل عبد الناصر قبل التحاقه بمصنع الحاج عباس بن تهامي كان عمله الاول الذي وهب له كل وقته وطاقاته ما العيب في ذلك ها هو الان يجني ثمارة فانيه واجتهاده قبل بضعة اشهر صار شاغرا مقعد رئيس مصلحة الموارد البشرية الذي تولته على مدى سنوات طوال المدام ثوريا العزيز كانت امرأة حازمة تلك هي صورتها لدى كل العمال الذين عرفوها وهو يقلدها الان يريد ان لا يكون اقل صرامة منها غير عبد الناصر طريقة لباسه وصارت ربطة العنق تلازمه وصار يقال عبد الناصر الركبة هو صاحب القرار الحقيقي في معمل الاحذية ذاك كانت نشوته الاكبر حين يوقع لاحدهم على وثيقة ادارية كشهادة العمل او حين يضع توقيعه على مذكرة داخلية يحرص اي ما حرص على ان يمهرها بخاتمه عبد الناصر الركبة رئيس مصلحة الموارد البشرية وكما يحدث في مثل الحالات التي تنطبق على عبد الناصر كثر الذين يطرقون بابه ويتقربون اليه ورأى كثيرين من المحسوبين على عائلته يظهرون على السطح والى كل ذلك تنضاف محاولات الاغراء والارشاء ومع انه لم يثبت ان عبد الناصر ارتشى فان هناك في محيطه المباشر من كانوا يقولون ان الرجل انساق وان له سماسرة يتولون اقتناص الزبائن وتحصيل الرشاء قد يكون في ذلك بعض من الحقيقة وقد لا يكون في كل الحالات ذاك كان الوجه المعروف لدى عموم العمال حياته الخاصة لا تهمه الا هو انقطع عبد الناصر عن زيارة عائلته في قريته التي لا تبعد عن مركز المهاية كان والده قد توفي في العام ثمانية وتسعين تسعمائة والف ثم خمس سنين بعد ذلك توفيت والدته ظل شقيقه الاكبر احمد يتولى تدبير الارض الفلاحية التي ورثاها عن والدهما كانت بها اشجار زيتون ولذلك قرر شقيقه بعد ان اتفق معه ان يبني معصره في العام خمسة والفين كان عبد الناصر قد بلغ الثانية والاربعين من العمر ولم يكن قد تزوج بعد ولعل فشل تجربته البعيدة الان مع ابنة خالته تحول دون تفكيره في الزواج في الحقيقة عدا شقيقه احمد لم يكن في محيطه من يشجعه على الزواج في المنزل الذي يسكنه في حي الاطلس منذ سبع او ثماني سنوات يكتري زوجان فرنسيان الطابق الثاني وكثيرا ما صادفهما نازلين او يصعدان السلم قدر ان يكون عمرهما بين خمسة وثلاثين واربعين عاما عدا تبادل تحية لم يكن عبد الناصر يقيم اي علاقة مع الفرنسيين وقد لاحظ انهما لا يرتبطان بمواعيد العمل المعروفة وانهما كان من فترة الى اخرى يغيبان لعدة اسابيع ثم يظهران لاحظ ايضا انهما لا يستقبلان ضيوفا ولا يزورهما احد عدا ذلك لم يكن في الامر ما يستدعي المزيد من الفضول كذلك كان الامر حتى التقى ذات عصر احد عمال مصنع الاحذية يتجول مع الفرنسيين في المدينة العتيقة غير بعيد عن ضريح مولايد ريس تساءل عن العلاقة التي تجمعه بهما تظهر بانه لم يره في صباح الاثنين لاحظ عبد الناصر ان ذلك العامل الذي رآه برفقة جاريه الفرنسيين يبدي حرجا كلما صادفه في طريقه او مر امام مكتبه ذي الواجهة الزجاجية وقد ادرك عبد الناصر ان الرجل يعلم انه رآه بالامس ناداه ولما وقف امامه قال له اجلس ما اسمك عبد الله اليدري قل لي عبد الله كيف حالك مع العمل ابتسم ثم قال الحمد لله كان عبد الناصر ينظر اليه بتركيز هل تعرف لما طلبت منك الحضور لا يا سيدي على كل انا لا اريد ان اتحدث معك في العمل هل لا اخبرتني عن الفرنسيين الذين كنت برفقتهما امس في فاس البالي هما صديقان تعرفت عليهم منذ فترة جيد وماذا يعملان قال لي انهما يبحثان عن فرصة للاستثمار في السياحة في فاس نعم انصرف عبد الله اليدري لم يكن فيما قاله ما يشفي الفضول الذي انتاب عبد الناصر لم يكن يبدو على الفرنسيين انهما يريدان الاستثمار في اي شيء كان بعد يومين صادفهما في السلم كان نازلين بادلهم التحية ثم فاجأه الرجل بان قدم نفسه حدث ذلك للمرة الاولى اسمي بغناغ بغناغ لبوناغ اهلا بك انا عبد الناصر تشرفت بمعرفتك كانت تلك التي ترافقه والتي قال بغناغ انها داليا تنظر اليه بابتسامة عريضة لقد حدثني عنك عبد الله اليدري انت رئيسه في المعمل اليس كذلك هو كذلك عبد الله شاب لطيف لقد ساعدنا كثيرا في البحث عن محل في المدينة القديمة نتخذه مطعما او دارا للضيافة انتما تعملني في السياحة اذا ضحك بغناغ نعم نعمل في السياحة واظن انه قطاع واعد هنا في المغرب منذ ذلك اليوم صار بغناغ احيانا داليا لا يفوتان فرصة لقاء مع عبد الناصر للخوض في العقار والاستثمار واشياء اخرى لا صلة لها بهذين القطاعين كانت نظرة عبد الناصر اليهما قد بدأت تتغير وقد اجبرته تلك العلاقة الناشئة معهما على التنازل عن بعض كبريائه ومجالسة عبد الله اليدري العامل البسيط لاحقا كانت تصله اصداء تتحدث عن الامسيات التي انضاها عبد الله مع الرئيس كذلك كان العمال يعرفون عبد الناصر في البداية كان يجد في ذلك احراجا ثم ما لبث ان اضفى على الامر صبغة رسمية وجعل عبد الله اليدري عينه التي تراقب كل شيء في غيابه وقد حسبها الرجل ترقية واتخذها مصدر سلطة وتسلط صار مألوفا ان يستضيف عبد الناصر الفرنسي بيرنار لوبونار وصديقته داليا وصار طبيعيا ان يطرق هو باب شقتهما وشيئا فشيئا اليف سكان الحي ان يروهم معا علم منهما عبد الناصر انهما ينحدران من ليون وانه بيرنار درس الهندسة بينما هي داليا كانت منتسبة الى كلية الاداب في الحقيقة لم يكن لدى عبد الناصر ما يمكنه من التثبت من صدق ما يزعمان قال لهما انه درس التدبير في معهد خاص كان يعلم انه يكذب وهو شبه موقن بانهما كذبا قبله حبل الكذب قصير مساء الثامن من ابريل من العام ثمانية والفين بينما كان الثلاثة يغادرون مطعما وسط المدينة اقترب منهما رجلان كان شابين لا تخطئ العين اناقتهما قال انهما من الشرطة واذهر بطاقتهما المهنيتين توجه احدهما الى الفرنسي وطلب منه وثائق هويته كان الاخر يراقب عن كثب داليا وعبد الناصر تلكى بغناغ وادعى انه نسي وثائق هويته في المنزل قال الداليا انها هي الاخرى لم تحمل معها وثائق هويتها وحده عبد الناصر اخرج بطاقة تعريفه الوطنية بدى له ان رجلي الامن مهتمان بالفرنسيين عرض الذي سأل بغناغ ان يصاحبه الى المنزل لتثبت من هويته ومن هوية المرأة التي معه ركب عبد الناصر سيارته وركب معه بغناغ وداليا بينما كان الشرطيان على متن سيارة مموهة انطلق عبد الناصر اخذا وجهة المنزل ولكنه فجئ بداليا التي كانت جالسة خلفه وهي تشهر سكينا رفيعا وتضعه على رقبته رأى السكينا في يدها بينما اشهر بغناغ مسدسا صوبه الى صدره لم يستوع بالذي يحدث امره بغناغ بان يفعل ما يطلبه منه قال له انطلق باتجاه طريق افران اسرع اسرع والا اطلقت عليك النار لاحظ الشرطيان ان عبد الناصر ضعف سرعة سيارته وانه اخذ وجهة غير التي ينبغي ان يأخذها حاول اللحاق به كانت الشوارع شبه خالية اتصل رجل شرطة بالمسؤولين وطلب توقف السيارة التي قدم ارقام تسجيلها لما دخلت السيارة شارع محمد الفاسي اعترضت سبيلها دورية للشرطة توقف عبد الناصر ولكن بغناغ كان يضع مسدسه على صدغه ومن خلفه كانت داليا ممسكة بالسكين احاط رجال الشرطة بالسيارة قال بغناغ دعوني انضي وان لا قتلته وانتم تنظرون انبرا احد الضابطين للتفاوض معه سندعك تنطلق ان انت اخليت سبيله لا تركون نمضي كان ضابط اخر قد انحنى لم يكن بغناغ يراه زحف حتى صار بمحاذاته تماما ثم فتح الباب فجأة وجر بغناغ الى الاسفل اسقطه في تلك الاثناء سمع طلق رصاص حسب الضابط ان عبد الناصر اصيب تمت السيطرة على بغناغ ولم تطرح السيطرة على داليا صعوبة تذكر لم يصب عبد الناصر سوى بخدش صغير في عنقه بينما اخترقت الطلقة النارية سقف السيارة في المقر الرئيسي للامن وجد بغناغ نفسه في مواجهة حقيقته يعلم المحققون ان اسمه جوماك تيبو وانه مطلوب لدى الشرطة الفرنسية لتورطه في عملية سطو مسلح على سوق ممتاز في ديجون قبل خمسة اعوام كان يظن انه الوحيد من بين كل شركائه في تلك العملية تمكن من الافلات تلك التي تقول ان اسمها داليا اسمه الحقيقي انوش كامالو ساعدت جوماك تيبو على الاختباء ثم على الفرار من فرنسا التحقيق الذي شمل عبد الناصر الركبة لم يثبت صلته بالفعل الاجرامي المنسوب الى الفرنسية ترجمة نانسي قنقر